في إطار زيارته إلى المملكة المتحدة اجتمع الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية والسيدة سويلا بريفرمان وزيرة الداخلية البريطانية بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والعميد محمد الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب وفي بداية اللقاء رحبت معالي وزيرة الداخلية البريطانية بزيارة معالي الوزير إلى المملكة المتحدة مشيدة بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين ومؤكدة استعداد بلادها لمواصلة التعاون البناء مع مملكة البحرين في مختلف المجالات الأمنية ومن جهته أشاد معالي وزيرة الداخلية بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين والتي تمتد لأكثر من مئتي عام مثمنا التعاون الأمني بين البلدين والنتائج الإيجابية التي حققها فريق العمل الأمني المشترك من خلال تعزيز أوجه التعاون الأمني القائمة وبحث المشاريع المستقبلية بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في المجال الأمني وأعرب معالي وزيرة الداخلية عن شكره لمعالي وزيرة الداخلية البريطانية على إتاحة نظام تصريح الدخول الإلكتروني والذي ستكون مملكة البحرين من أوائل الدول المستفيدة منه وخلال اللقاء استعرض معالي الوزير برامج مملكة البحرين في تعزيز الشراكة المجتمعية والموطنة والانتماء والتي تم إطلاقها استنادا إلى الرؤية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لفتا إلى إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيق قيم الموطنة ودورها في ترسيق الهوية الوطنية وقد تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات في إطار الشراكة الاستراتيجية والتواصل المستمر والعمل المشترك على مواجهة التحديات الأمنية بجانب عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك والتطورات على الساحة الإقليمية اشتركوا في القناة